أعوذ بالله السميع العلم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة ويسألونك بخصوص اليتام قل إصلاح لهم خير يعني تشغلهم فلوسهم بأمانة بصدق أوكي وإن تخالطوهم يعني حطت فلوسك على فلوس اليتامة then they are your brothers وإخوانكم and الله knows him والله يعلم who means mischief المفسدة يعني تسوالو their property يقول فلوس ويتام يعني from him who means good من المصلح to save their property and if الله had wished ولو شاء الله he could have put you into difficulties لأعنتكم عمل لكم مشاكل صعوبة truly الله is the almighty and all wise في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم into this perworldly life and in the hereafter and they ask you concerning orphans say the best thing is to work honestly in their property and if you mix your affairs with theirs then they are your brothers and الله knows him who means mischief e.g. to swallow their property from him who means good e.g. to save their property and if الله had wished he could have put you into difficulties truly الله is almighty all wise may Allah take us all out of all the difficulties that face that face all of us آمين عفان الله وإياكم من أكل مالي يتاما ومن المصلحين ومن المفسدين عفان الله وإياكم ومن المفسدين الله أمين الله أجعلنا من المصلحين الله أمين والسلام عليكم Wa têm también اللّ golf tycker we surprise we